تستحوذ محافظات الصعيد على نصيب الأكبر من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري من خلال تطوير وتحسين مستوى الخدمات وتأتي المبادرة في إطار تنفيذ رؤية الدولة التنمية المستدامة لتجسيد البعد الاجتماعي وتجسد في هذه الحالة رؤية لتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية التي ترعاها الدولة خلال المرحلة الحالية حياة كريمة مشروع القرن الجمهورية الجديدة هذه المبادرة الرئاسية التي تستوحي إحدافها من اسمها تستهدف بالمرحلة الثانية منها 1500 قرية ريفية في 14 محافظة معظمها في وسط وجنوب الصعيد المبادرة نجحت في تنفيذ 90% من جملة الاستثمارات في قرى محافظة الصعيد بتكلفة 45 من 10 مليار جنيه إلى جانب توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل بفضل مشروعات المبادرة كما أنشأت المبادرة في مرحلتها الأولى 51 وحدة صحية مطورة باستثمارات 457 مليون جنيه كذلك نجحت في الانتهاء من إنشاء وتطوير 127 مدرسة تشمل 2311 فصلاً دراسياً ومحو أمية 3000 مواطن كما نجحت حياة كريمة في تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة في 125 تجمعاً ريفياً إلى جانب رصف طرق بطول 188 كيلو متراً إضافة إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير ألف حضانة والانتهاء من رفع كفاءة 72 ألف منزل خلال عامي 2020-2021 وتتخطى تكلفة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات تتضمن 27.5 مليار جنيه للصحة و4.4 مليار جنيه للتعليم و20 مليار جنيه للكهرباء فضلاً عن 102 مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشربة وتأتي مبادرة حياة كريمة في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة لتجسد البعد الاجتماعية للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية في المجتمعات الريفية لخدمة 58% من سكان مصر لتصبح بذلك حياة كريمة مشروع القرن للجمهورية الجديدة